اشتركوا في القناة وذلك يعني بعد فترة وجيزة من مجيئك إلى كوريا منذ حوالي عشر سنوات وهذه المرة يعني نود أن نتعرف على ما حققه خلال تلك الفترة في الدراسة والحياة هنا في كوريا فهي نرحب به جميعا وأحلام وسهلا ومرحبا بك يا أستاذ أسعد أهلا وسهلا مرحبا أنا سعيد أولا بتواجدي معكم مسرور جدا لإتاحتكم الفرصة للمرة الثانية أنا أخص بهذا أيضا الدكتورة نبيلة التي هي أيضا تواصلت معي في هذا الشيء إذن في البداية يعني ممكن تقادم نفسك باختصار وتسلم على مستمعي الكسم العربي بالكي بي اس في كوريا كان أحبت المستمعين المتابعين عبر إذاعة كي بي اس في العربي أسعد الله مساءكم اسمي أسعد عبد الكريم أنا من اليمن بالتحديد من مدينتي عدن قدمت إلى كوريا عام 2010 بدأت دراستي اللغة الكورية كأي طالب والتحقت بالجامعة والآن حاليا أنا أقوم بكتابة رسالة الدكتورة في الشؤون الثقافية والاجتماعية للشرق الأوسط ما شاء الله إذن يعني نظرا لأنك إشت في كوريا منذ ما يقرب من عشر سنوات فربما يعني تفتقد حياتك في اليمن كثيرا يعني صحيح أنت من مدينة عدن في اليمن إذن أخبرنا عن ذكريات يعني تفلتك واللحظات التي لا تزال تفتقدها والمشاهد التي ترد إلى ذهنك يعني عندما تفكر في اليمن لقد مضى على وجودي في كوريا قرابة العشر سنوات كوريا أولا أعطتني وأخذت مني الكثير منما أخذت طبعا أوقاتي مع عائلتي مع أصدقائي في اليمن كانت أوقات لا تقدر بثمن نقول ليست رخيصة أوقات ثمنة جدا بقرب العائلة تلك الأوقات أثرت على شخصيتي جعلتني شخص منفتح أتقبل الآخرين أحب التعامل مع الآخرين وجودي في كوريا أيضا أعطاني مرحلة أخرى في حياتي ممكن زرع في أمل كبير لنحو حياتي نحو مستقبلي لأن كوريا بالتحديد أرض خصبة يعني إذن يعني متى كانت آخر مرة زرت فيها اليمن؟ لا أخفيك سرا سرا أنا لم أزور اليمن منذ أتيت إلى كوريا ولو مرة واحدة إذن والله أنت تفتقدها كثيرا يعني نعم ولكن بحكم التواصل الموجودة طريقة التواصل عبر الإنترنت سهلت المسافة يعني قربت المسافة بيني وأنا وعائلتي إذن أعتقد أن الوضع في اليمن يعني لا يزال سايا للغاية وربما يعني إزداد سؤال مع أزمة انتشار فيروس كورونا وبما أنك يعني تعرف الوضع أفضل منا وبالمزيد من التفاصيل يعني فهل يعني يمكن أن توطح لنا عن الأوضاع يعني هناك أكثر شوي حتى قبل كورونا اليمن كانت موبوءة بكثير من الأمراض نتيجة للعبثية السياسية الموجودة في اليمن طبعا الدولة الشبه موجودة المنظمات الصحية أيضا ليست موجودة بالمرة فنتاجا لذلك حدثت الكثير من المشاكل من ضمنها عدم استيعاب فيروس كورونا الأخير الذي اقتاح العالم وأيضا شكل حياة غير مستقرة الآن لا يوجد دراسة حاليا المدارس مغلقة المستشفيات شبه موجودة الخدمات الصحية ليست موجودة ولكن في ظل هذه الأزمة في ظل هذه الظروف الصعبة الشباب اليمني أو الجيل اليمني جيل واعي لديه الكثير من الطموح ولديه الكثير من الآمال قادر أن يزرع دولة قادر أن يعمل قادر أن يبني منظمات هو يريد الآن فقط فرصة فرصة أمامه وسيعمل حتى في ظل هذه الظروف يوجد هناك أمل فنحن دائما متفائلون إذن أنت حاليا كما قلت تتخصص في العلاقات الدولية وتحذر رسالة الدكتوراه في الشؤون الثقافية نعم ونعرف أن السبب الرئيسي في الأزمة السياسية أو الإضرابات في اليمن هو في الغالب ناتج أن تدخل الأطراف الخارجية في منطقة الشركة الأوسط فكيف تنظر إلى وضع بلادك في دوي ما درست حتى الآن وكيف ستكون الأفاق المستقبلية حسب تحليلك نعم أولا قبل حتى قبل التدخل الخارجي اليمن كان عبارة عن مجتمع قبلي كما تعرفون المجتمع القبلي دائما لديه مصالح شخصية داخل الأرض التي يعيش فيها اليمن مجتمع قبلي بحث الدولة شبه موجودة الاستقرار شبه موجود لأن القبيلة والأحزاب السياسية بنفسها دائما تبحث عن مصالحها الشخصية أتى التدخل الخارجي بناء على ماذا؟ بناء على استعادة دولة بناء على تسوية الأوضاع السياسية في اليمن بين مختلف الأطراف من ضمنها أيضا القضية الجنوبية التي هي أيضا من أهم القضايا الموجودة في المجتمع اليمني إذا حلت هذه القضية إذا تم زرع علاقة بين هذه الأطراف علاقة تسوية ممكن أن يعود اليمن ممكن أن تكون هناك دولة لكن في ظل تخلف أنا دائما أقولها تخلف وهمجية القبيلة في اليمن هي من أسست هي من أنتجت هذه المشاكل الموجودة حاليا ولكن في مجمل هذه الأشياء دائما نحن كيزيل الشباب لدينا تفاؤل كبير أن هناك سيكون تسوية هناك سيكون دولة هناك سيكون نظام معين دائما نضع تفاؤل في كل مرحلة إذا قبل حوالي 30 سنة كانت كوريا واليمن هما تقريبا الدولتين الوحيدتين المنقسمتين على مستوى العالم وقد تمكن اليمن في عام 1990 تقريبا على ما أتذكر من تحقيق الوحدة لكنه الآن يتجح فيما يبدو وللأسف نحو الإنكسام مجددا وهو ما يجعلني كوريا أقلق حول فكرة توحيد الكوريتين في المستقبل بناء على التجربة اليمنية فما رأيك في ذلك أنت كمواطن يمني وكباحث متخصص أيضا عاش في كوريا ويعرف عنك الكثير طبعا قد قد يمكن يكون هناك وجهات متشابهة بين كوريا واليمن ولكن اليمن قبل 1990 كانت عبارة عن دولتين دولة اليمن الجنوبي والشمالي الجنوبي كان مستعمر بحكم الاستعمار البريطاني والشمال كان حكم إمامه توحد الشعبان على ماذا؟ توحدوا تحت مظلة سلام تحت مظلة بناء دولة الشعبين لكن الحكومتين والحكومة التي استولت على اليمن حكومة صالح الرئيس تم أخذ الدولة وتم تهميش الجنوبيين تم تهميش الكثير من الكوادر الموجودة في الجنوب للشمال هذه بين الحكومتين كسياسة ولكن الشعبين كانت لهم إرادة قوية كان أملهم كبير في بناء دولة في بناء وحدة حقيقية لذلك قد تكون مختلفة مع كوريا نوعا ما كوريا بلد موحد منذ الأزل لكن اليمن عبارة عن دولات عبارة عن دولتين توحدت ثم انفصلت فستمرت بهذه الطريقة إذن بعد أن اشت في كوريا على مدارة حوالي عشر سنوات ما رأيك في مكانة اليمن في المجتمع الكوري هل تعثرت بما يحدث في اليمن حاليا وما نتج عنه من لجوء كثير من اليمنين إلى جزيرة الجيجو أو كذا ربما الحديث هنا عن قضية اللجوء صحيح اليمن معروف يعاني من حروب يعاني الكثير من الأزمات علاقته مع الدول ربما قلت ولكن اللجوء بالمعنى اللجوء هناك قضايا لجوء حقيقية يعني عندما يكون الإنسان لاجئ في بلد آخر هو يأتي إلى هنا لماذا يعني لكي يبحث عن الأمان لكي يجد فرصة فرصة للعيش طبعا كوريا كانت من الوجهات التي ربما يتجه إليها ليس فقط اللاجئين ولكن المواطنين لأن كوريا منطقة أمن وسلام كوريا أرض خصبة للمواهب أرض خصبة لبناء الذات أرض خصبة لزيادة المعرفة للتعليم هذه الأشياء جعلت المواطنين أو اللاجئين اليمنيين يأتوا إلى كوريا من أجل هذه من هذا الغرض يعني فأنا دائما أنظر لها من هذا المنظور إذن يعني كيف هو رد فيل يعني زملائك عندما يعرفون أنك يمني ليست ليست ردة فعلا غريبة ولكن ربما هي نوع من التعاطف مثلا لدي أصدقاء هم بحكم معرفة المسبقة بهم فهم يقدرون يعني هذه الظروف التي نمر بها لا يوجد هناك ردود فعل سيئة مثلا بالعكس مجمل الردود هي ردود إنسانية بحتة ومن خلال هذا نحاول أن نفهم الآخر يعني بالمنظور إنساني ليس كأني يمني أو من أي مكان أتيتاني منظور إنساني إذن يعني في الحقيقة لم أتمكن للأسف يعني من زيارة اليمن من قبل وأتمنى جدا أن يحدث هذا في المستقبل ولكن يعني كل أصدقاء الذين زاروا اليمن يقولون يعني إنه بلد جميل وجذاب للغاية كما أن أحله طيبون ولطفا وهذا كله يعني بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى يعني يعتبر من الثروات الوطنية اليمنية فكيف في رأيك يعني يمكن رسم مستقبل مستقر لليمن بناء على هذه المزايا يعني وكيف سيكون وضع اليمن في المنطقة المحيطة به يعني؟ اليمن معروف يعني معروف يعني معروف بجغرافيا المكان بالتضاريس الموجودة مثلا كل منطقة تختلف عن الأخرى لدينا مناطق في الشمال ومناطق في الجنوب الجو مختلف تماما يوجد الطبيعة، يوجد الصحراء، يوجد البحار، الجبال، الأماكن الأثرية كل هذه تساعد اليمن على أن يكون دولة سياحية لها سيتها في الشرق الأوسط وفي العالم لكن الأمور السياسية والمشاكل الموجودة في المجتمع اليمني دائما تخلق نوع من عدم الاستقرار التدخلات الخارجية أيضا لها مصالحها في اليمن فاليمن ربما في المستقبل إذا تغيرت الحكومات الموجودة حاليا التي تمسك زمام الحكومة وهي ليست موجودة بالفعل شبه موجودة إذا تغيرت سيكون هناك أناس ينظمون ويشتغلون على بناء المجتمع اليمني من الصفر إلى العشرة هل تود أن تشارك في بناء الدولة في المستقبل أيضا؟ نعم كنت قد سؤلت هذا السؤال في محاضرتي للغة الكورية وهي قالت لي ماذا تريد أن تفعل في المستقبل لأجل بلديك؟ دائما أنظر أولا يجب أن يكون الجيل الذي بعمري أن يكون لديهم وعي نحو بناء اليمن اليمن يجب أن تنتمي إليه أن تنتمي إلى الوطن أن تنتمي إلى أهلك إلى أسرتك فبدئا من هذا المنظور أنت قد تساعد أنت فعلا تساعد بناء الدولة إذا بنيت أسرتك إذا بنيت نفسك إذا بنيت أصدقائك في هذا المنظور أنت تبني الدولة فبهذا المنظور أنظر أنا في المستقبل ولا أعرف المستقبل ولكن أريد أن أكون شخصا له سمعته في اليمن إذن يعني أعلم أن لديك تجارب عديدة في كوريا وأتسأل ما هي التجارب الجديدة بالذكر وماذا تعلمت من هذه التجارب يعني؟ طبعا جميع التجارب التي حضرتها في كوريا تتعلق بالشؤون السياسية الشؤون الإنسانية الشؤون الثقافية مثلا كانت هناك برامج تتعلق بالقضية الكورية الشمالية والجنوبية من ضمنها كان يوجد الكثير من الأجانب من مختلف الأجناس دائما نحن الأجانب عندما نتحدث عن القضية الكورية من منظور أجنبي كنحن نحن نوصل طريقة التفكير لدينا للمجتمع الكوري نحن دائما نبحث عن حلول يعني عندما نتحدث عن القضية الكورية الشمالية والجنوبية لا نتحدث لا يجب أن ينفصلوا لا يمكن نتحدث بطريقة يجب أن يكون هناك لم يجب أن يكون هناك سلام في العالم من هذا المنظور لأن في الأخير نحن نتوحد تحت مظلة ثقافية سياسية من خلالها نحن نبني الانسجام نبني الود نبني الحب بيننا وبهذه الطريقة ممكن نخلق واقع جديد واقع مسالم وفيه أيضا المشاكل تقل من خلال تبادل الأراء فهذه الأنشطة جميعها أعطتني لا أعرف ماذا أوصف أعطتني الكثير يعني نوع من الخبرة إذن رأيت سورة لك على هسابك على إنستغرام وأنت تلقى بكرة الكذب يعني فهل تلقى بكرة القدم كثيرا يعني؟ يعني أموما كيف تقضي وقت فراغك في كوريا على الأموم يعني؟ ربما قد يكون السؤال السابق لأوانا أنا كنت في الماضي أحب كرة القدم كنت أحبها حبا جنونيا يعني كنت ألعب في أحد الأندية موجودة في اليمن محترف؟ أنا أحبه جميع الأوقات في لعب كرة القدم لأن البداية في كوريا كانت صعبة جدا يعني صعوبة في اللغة لا تتحدث الأوقات الجميلة مع أصدقائك لا يجرى أصدقائك في ذلك الوقت فقط كرة القدم هي التي كانت تجمعنا إذن مع الجالية العربية إذن أنت تمارس هذه الرياضة أموماً ولا؟ هناك كذا نادي ولا؟ أنت ممكن تؤسس نادي على فكرة ممكن كانت هناك عبارة عن بطولة تنظمها الملحقية الثقافية السعودية وكانت تجمع الكثير من العرب تحت مظلة واحدة لقضاء أجمل أوقات في لعب كرة القدم إذن مختلف الجنسيات العربية نعم إذن الآن أنت باختصار قلت عن رسالة الدكتوراه ممكن توتح تفاصيل أكثر عن الموضوع أو فكرة رسالة الدكتوراه طبعاً قبل الحديث عن موضوع الرسالة أنا قبل دخولي إلى الدراسات العليا كان قراري التحاق بالعلوم بشؤون الثقافية والاجتماعية للشرق الأوسط لأسباب عديدة من ضمنها أنا وجدت أن دراستي للثقافة العربية ولدراسة الشرق الأوسط ستعطيني حافزاً لتقديمها إلى المجتمع الكوري بطرق مختلفة طبعاً هذا بعد مكوت في كوريا لمدة عشر سنوات أيضاً اختياري للرسالة أريد أن أفيد به مجتمعي اليمن موضوع الرسالة يتحدث عن السياسة القبلية في المجتمع اليمني كيف دهورت اليمن؟ كيف أنها لم تساعد على بناء الدولة في اليمن؟ من هذا المنظور أنا في الوقت الحالي أكتب الرسالة نعم إذن بعد حصولك على الدكتوراه ما هي خطتك المستقبلية؟ هل تنوي الاستمرار في الإقامة في كوريا؟ وأيضاً ربما تتزاوز من إمرأة كوريا ولا؟ ربما لدي أو تعود إلى اليمن ولا؟ آه مشكلة أريد أن أبقى في كوريا كوريا أخذت نصف عمري يعني أنا أتيت إلى كوريا وعمري عشرون عاماً الآن عمري ثلاثون وواحد وثلاثون ربما هنغوناي ثلاثون فأخذت نصف عمري يعني أريد البقاء هنا أريد أن أعيش هنا برفقة من أحب يعني حبيبتي ربما الكوريا رغم أني أشتاق إلى اليمن لكني سأعود سأعود زيارات لأرى أهلي أصدقائي الأرض التي أنجبتني فجميع هذه الأشياء ربما أجدها في كوريا أريد أن أبقى هنا وأعيش هنا وأيضاً إذا أتيحت لي فرصة العمل في كوريا لما لا؟ أين من العمل تريد أن تشارك في المستقبل؟ حالياً وليست وظيفة أنا كنت أدرس اللغة العربية وأيضاً الثقافة الإسلامية والثقافة العربية في المؤسسة الثقافية الإسلامية كنت قد عملت بها وأيضاً كانت لدي بعض الفرص من الدكاترة في جامعة هانكوك يعطوني بعض الفرص لكي أدرس بعض المحاضرات هذا أيضاً زاد من شغفي وحبي للتدريس نعم فأتمنى أن أدرس مثل أبوك أتمنى والله في نهاية اللقاء شكر دكتور أسعد عبد الكريم الطالب في مرحلة دكتورة في جامعة هانكو لدراسات الأجنبية على هذا اللقاء الجميل والشيق ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً لكم شكراً أريد أن أقول كلمة للمستمعون أن إذاعة كي بيس هي رابط كبير وقوي بين الثقافة العربية والثقافة الإسلامية والثقافة الكورية دائماً العرب يبحثون عن شيء جديد يفتشون عنه بين الثقافة الكورية والثقافة العربية لذلك كي بيس هي الواجهة الوحيدة لكم شكراً جزيلاً وهذا شرف كبير شكراً شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر